لان موجود علي الليكترز بتاعتك في نفس الوقت لازم تفولو اوب باستمرار مع تيمز علشان ده الوسيلة اللي بقدر تكوميونيكيت معاك بيها تاني بكرر في مجموعة من ال ايديز اللي انا رفعتها حوالي 7 ستودنز او الركوماند انهم تكون تاكت مي اسفاصل اسبصول تعال معايا كده نبدأ بالراحة انا عايزك توريميمبر شابتر سيكس كلمنا عليه الاسبوع اللي فات شابتر سيكس انا بتكلم فيه على نورمال ديستريبيوشن وارجو ان الناس تكون فهمت ان الجزء بتاع النورمال ديستريبيوشن it's all about the standard normal مين هو الستاندرد نورمال هو الديستريبيوشن اللي بيبقى موجود فيه المين بيساوي زيرو والمستاندرد بيساوي ون وده اللي التابل اللي احنا بنستخدمه علشان نحصل على البروبابيليتيز متصمم عليه والvalues بتاعته موجود عليه طيب النقطة التانية عشان استخدم النورمال ديستريبيوشن لازم بدل ما بجيب بروبابيليتي about x اكون بجيب بروبابيليتي about z طيب ازاي بحول من ال x لل z بسيطة خالص بمسك النومبرز بتاعت البروبابيليتي واطرح منها المين واعمل ديبيجن على ستاندرد يبقى ازا بكل بساطة زد بيساوي x minus mu over sigma يبقى انا علشان استخدم نورمال ديستريبيوشن لازم يكون معلوم عندي المين والستاندرد ديبيجن طبعا لو ما اديك variance خلاص انت واخد شابتر 3 فاهم انك لو اخد سكوير جوت للvariance اديك standard فالتنين هما زي بعض بالزبط تاني كمان مرة انا علشان استخدم النورمال ديستريبيوشن واهمية النورمال ديستريبيوشن انه التوزيع بتاع الكونتينيوس variables اللي انت بتدرسه يعني التوزيع بتاع المتغيرات المتصلة اللي انت بتدرسه يبقى كلمة نورمال ديستريبيوشن انا اول ما اشوفها محتاج حاجتين مين معروف وستاندرد معروف ممكن ما اديلكش standard اديلك variance انت عارف ان الvariance اللي سكوير روت بتاعه الستاندرد اللي انت بتستخدمه في الزد ممكن كمان اكتبهم بالشكل اللي انا بشاور عليه دلوقتي لو البي دي اف واضح قدامك ان اكس is normally distributed وزمين بففتي وستاندرد بفور يبقى اذا هو ده اللي نعمل على الديستريبيوشن بتاعي انزل معايا هيبدأ يوريبك هنا لو انا بحسب probability ان اكس is greater than 47 ولد than 57 لو انا بحسب probability ان اكس exceeding certain value ولد than another value يعني اكس more than 47 and less than 57 اول استاب بعمله بغير بغير الvariables دي انها هتبقى زد variables ازاي هغير الvariables دي انها تبقى الزد بطرح من كل value ميو واسم على ستاندرد يبقى ده عبارة عن 47 minus 50 over 4 same way you like جبت الvariables بتاعت الزد لما هاجي استخدم النورمل لازم الvariables بتاعت الزد تبقى approximated to two decimal places ليه approximated to two decimal places لان الجدول الvertical line ده او الvertical column بيعتمد على الارقام اللي هي from one decimal يعني باعتمد على one point seven او العلامة او الرقم اللي بعد العلامة على طول طيب بالنسبة للهوريزونتال line اللي هو اللي موجود فوق باعتمد على الرقم التاني في او الهندرث الرقم التاني بعد العلامة العشرية فلو انا بدور على one point seventy five بكل بساطة بقسمها الone point seven و point zero five او هنزل لغاية one point seven وامشي vertical line point zero five الانترسكشن ايدين لفاليو هي دي اللي انا بعمل بيها سبستيتيوشن وطبعا الكلام ده مشروح باستفادة في اللي فاتت اهم شيء ان لو انا بعمل نورمال ديستريبيوشن وعايز بروبابيليتي about x يبقى الفاليو اللي انا بستخدمه z بيساوي x minus mu over sigma برضو في شابتر سيكس اخدنا حاجة مهمة جدا اسمها بروبابيليتيز about sample mean or of sample mean يعني ممكن ادرس احتمال ان متوسط العينة اقل من قيمة محددة بين قيمتين اكبر من قيمة محددة متوسط العينة ده مهم انا بجيب احتمال ان المتوسط بتاع العينة يكون داخل قيمة محددة بيتبني عليه حاجات كتيرة جدا in data analysis in general وقايم عليه inferential statistics in plenty of applications طيب حلوة قوي طيب في الحالة دي ايه الفرق في النورمال بين البروبابيليتي بتاعت السمبل mean والبروبابيليتيز العادية لو سمعت كلمة البروبابيليتي of السمبل mean او سمعت find the probability that the السمبل mean is على طول استخدم القانون ده كل اللي بيحصل تعديل للقانون اللي فوق x minus mu over sigma هخليها x bar minus mu over sigma of an x bar بمعنى فوق كنت انت بتدرس الاحتمال بتاع ال x تحت هتدرس الاحتمال بتاع ال x bar وبالتالي زده هتساوي x bar minus mu over sigma x bar مين sigma x bar ال standard division of sample means طيب بجيبه ازاي بسيط قوي بقسم sigma over root n ده في حالة ان ال n small على ال n capital رقم صغير يعني لو باخد عينة انت قرنتها بالمجتمع لقيتها رقم صغير بالنسبة لي يعني اقل النسبة بينهم اقل من 5 من 100 بستخدم القانون اللي فوق ده طيب لو جبت عدد العينة بالنسبة لعدد المجتمع طلع value اكبر من 5 من 100 بستخدم القانون اللي تحت اللي هو sigma over root n times a root of n capital minus n small على n capital minus 1 يبقى ده في حالة ال infinite ده في حالة infinite واضحة والنقطة دي مفصلية يعني خلي بالك المسائل اللي بتيجي تيجي لك في الامتحان هيجي لك على الجزء ده غالبا مسألة within maximum two questions يعني من دركتين لاربع درجات على شابتر 6 الجزء ده مهم قوي انك تبقى واخد بالك لو انا هسألك على probability about a variable ولا probability about assemble mean لازم بتفاري difference between them انزل معايا ده شابتر 7 شابتر 7 موجود في interval estimation of population mean interval estimation of population mean ايه interval estimation الانتيرفل estimation انا لسه هشرحه بس الشابتر كله قايم على القانون ده بص له قويس قوي انا بحبيت اقولك البريف بتاعه الاول قبل ما خش في الشابتر كل شابتر 7 القانون الحراك شايف ده 100 اقل من او تساوي اكس بار plus زد الف على اثنين تايم سجما اكس بار ونفس صوتي واضح هدرككم سمعيني كويس في مشكلة في الصوت رأفط كله تمام حلو يبقى اذا شابتر 7 كله هو القانون اللي حراككم شايفينه ده لو خدت بالك وانا كاتب القانون هتلاحظ ان في ميو لان ميو دي بتاعت البيبيريشن قبل ما استخدم القانون عايز افهمك حاجة شابتر 7 هو الشابتر اللي انا قررت ان انا اديه لك او اديه لك وادرسه لك as an example of inferential statistics او inferences about a population يعني هو الشابتر اللي بيوضح لك اللينج اللي بيربط الجزء اللي احنا درسناه كله مع بعض لان شابتر 7 ده انا هاخد البيانات اللي جبتها من العينة وبناء انا عليها هبني البيانات بتاعة المجتمع يعني مثلا على سبيل المثال لو عايز اتوصل لمتوسط دخل الفرد الفعلي في جمهورية مصر العربية مش هنقب كيفي هروح ااخد عينة representative للشعب المصري بعدين ااخد العينة دي احسب لها x bar اللي هو متوسط الدخل بتاع العينة دي مش هعتبر متوسط الدخل ده هو بتاع المجتمع لا هجيب المتوسط بتاع المجتمع بناء على المتوسط بتاع العينة دي ده القانون اللي بيعمل كده الانفرينشل الانفرينشل استاتيستيكس اتا من الاخر اللحصاء الاستقصاء بيعتمد على ان حضرتك بتجيب بيانات المجتمع من البيانات اللي انت جبتها بتاعت العينة او بناء على البيانات اللي انتج بتاع من العينة دي الفكرة فبناء على اللي انا قلته ده انا هنا بعمل interval estimation of population مين يعني بقدر اطلع ال estimation او التقدير بتاع متوسط المجتمع لو انا عندي المتوسط بتاع العينة لذلك لو لاحظت هتلاقي المين بيساوي اكسبار مرة بلس ومرة مينس يعني هيقول ايه والله انا سامبل العينة طلع مئة الف جنيف الشهر الشعب المصري الحمد لله كل فرد فيه بياخد مئة الف جنيف الشهر او ده المتوسط بتاعه فانا هقول مئة الف بلس سامثنج ومئة الف مينس سامثنج يبقى انا جبت interval دي الفكرة يبقى اذا اكسبار مرة بلس واكسبار مرة مينس طيب مين الجزء اللي موجود ده بنسميه المرجنال ارور المرجنال ارور يعني انا معترف ان دايما هيبقى فيه فرق بين متوسط المجتمع ومتوسط العين الفرق ده هينتج عن ايه عن وجود خطأ اللي هو بيطلق عليه المرجنال ارور طيب المرجنال ارور ده بيتحدد عن طريق مين عن طريق حاجتين مش ارور انت اللي عامله هو ارور نتيجة وجود توزيع في المجتمع بحسبه ازاي بحسبه على value بتاعت زد الف على اتنين ودي لها علاقة بالconfidence level يعني انت عايز توصل لدقة بيانات مقدرها ايه كل اما دقة البيانات بتزيد كل اما الvalue دي بتزيد فبتخلي الانترفال اكبر فتخليك واسق اكتر ان متوسط المجتمع واقف في المرحلة دي طيب من السجما اكس بار ده الstandard division of sample means اللي انا اتكلمت عليه دلوقت اللي اتنين دول واحدة من اللي اتنين دول لو العدد العينة بالنسبة للمجتمع صغير يبقى انا استخدم اللي فوق لو عدد العينة بالنسبة للمجتمع كبير استخدم اللي تحت كده القانون واضح قدام عين حضرتك يبقى اذا المين بيساوي اكس بار بلس زد الف على اتنين طايم سجما اكس بار عشان موجهش رأسك كبير كتير انا دايما لو جيت في الامتحان هختار confidence level 95% يعني هقولك انا عايزك تحسب معدل او متوسط المجتمع باستخدام معدل ثقة يعني انت واسق من بياناتك بنسبة 95% ودي بينظرها زد الف على اتنين رقم سهل قوي مش عايزك تنسى وتحفظه اسمه 1.96 يعني انا اول ما استخدم القانون ده هروح مسح الز الف على اتنين دي واكتب ما كان 1.96 الرقم ده هو الف على اتنين في حالة confidence level 95% يا عمر هو يعني ايه confidence level 95% يعني معدل الثقة او احتمال ان كلامنا يطلع صح بنسبة 95% ده معناه confidence level معدل ثقة اقولك انا واثق في كلام عمر عز 95% ده معنى خلي بالك ده معنى اننا موافق ان كلامه يطلع خطأ بنسبة 5% الناس طبيعي جدا بتاخد بالها من الرقم الكبير وبتنسى العكس بتاعه وانا ما قولك انا واثق في كلام عمر بنسبة 95% يعني ده احتمال فيما معناه انه ده احتمال ان كلامه يطلع صح 95% يعني probability طيب طيب ما هو ما هو احتمال ان كلامه يطلع خطأ العكس 1-0.95 اللي هو 0.05 اللي هو معدل او نسبة الخطأ المسموح به لما قولي موجودة عندك بالمعنى بتاع inferential statistics اني بجيب sample statistics يعني بجيب بيانات العينة ومنها بطلع بيانات المجتمع زي ما خدنا في شابتة 1 اسهل طريقة علشان اعمل كده الاستميش الاستميش اللي هو التأدير الاستميش ده المسود با اتسلف فيه وفيه استمياتر الاستمياتر المسود that you will choose for an unknown parameter ده الاستمياتر طيب ايه هو الاستميش هو اسهل نوع من انوع الانفرينش الستاتيستيكس يعني مثلا اجا اقولك متوسط المجتمع طلع بمئة المتوسط الفرد تسعين الف انا خلاص بعمل استميش تأدير براهن ان متوسط المجتمع مش هيوصل الميت الف هيبه تسعين الف ده اسمه point estimate والتأدير باستخدام الpoint estimate هتبقى في السلايد اللي جاي بيبقى الاكيرسي بتاعته مش جيدة عشان كده الناس فضلت عليه اني اجيب interval estimate يعني اقولك ده متوسط العين اطلع ميت الف يبقى متوسط المجتمع ميت الف وخمسة وميت الف اللي خمسة مثلا يعني من 105 من 95 الف ل 105 كده انا قربت اكتر للاجابة الاصحة عشان كده بيطلق عليها interval estimation وده هتلاقيه في اللي جاي طيب ايه الخواص المرغوبة في estimate المسود اللي انت هتستخدم عشان تعمل estimation ايه المسود ايه الحاجات او ال properties المفروض انها هتبقى satisfied في estimate ده في المسود بتاعتك رقم واحد انها تكون unbiased رقم اتنين تكون consistent estimator رقم تلاتة تكون efficient estimator تلات حاجات مهمين قوي رقم واحد انه unbiased رقم اتنين consistent رقم تلاتة efficient يعني ايه expected value of the estimator is equal to the parameter being estimated يعني معناه ان القيمة المتوقعة بالنسبة للestimator خلي بالك القيمة المتوقعة ده يعني المتوسط بتاع المسود دي هيديك القيمة اللي انت عايز ده معناه انه unbiased measure يعني consistent estimator كلاما انت بتزود size بتاع العينة كلاما الريليابلتي بتزيد يعني كلاما زود على حجم العينة كلاما مقرب اللي انا عايزه يعني efficient estimator يعني even though لو انا استخدمت عدد عينة قليل برضو هحصل على دقة مقبولة we can reach suitable accuracy even with a small sample size حتى لو ما عدد صغير يبقى اذا deal describable properties of an estimator انزل معايا هنا بيكلمك طبعا point estimate والinterview estimate طبعا احنا بندرس interval estimate لانه هو الاقرب للواقع اللي سلايد اللي بعد كده بيشرح لك ايه هو confidence level والsignificance level الconfidence level هو معدل السقة ال significance level الunconfidence level يعني معدل عدم السقة فلما اقول لك انا واثق بنسبة 90% confidence level يبقى انا accepting ان في error لو قلت 90% error 10% لو 95% يبقى error 5% لو 99% confidence level يبقى انا accepting ان significance level انه يبقى 1% كل واحد منهم بيطلع corresponding له z alpha على 2 انا بس عايزك تخلي بالك من الميدل رو كل اللي انا عايزك تعرفه لان انا لو سألتك في الامتحان مش عايزك تحفظ دول كل ما يبقى لودع بيك عايزك تحفظ بس ان 95% confidence level بينظره زد alpha على 2 1.96 اللي انا باستخدمها في القانون اللي انا وردتولك في الأول هتيت تنزل تحت ادى شكل القانون اللي انا ميده لك mu less than or equal greater than or equal x bar مرة plus margin of error ومرة minus margin of error مز دعاء يعني ايه margin of error يعني حركة ضرابة z alpha على 2 في sigma x bar مين الزد alpha على 2 اللي هي small على n capital لو less than 5% يبقى انا استخدم sigma over n طب لو greater than that يبقى استخدم القانون الكبير اللي في correction factor خلاص القانون القلص محاضر خلاص هتلاقي تحت هنا 4 cases هم مكتوبين في الجدول ده بس علشان انا كاتبهم explicit form مفروضين لي انه المين x bar plus z alpha على 2 sigma x bar sigma x bar دي يا اما القانون ده انا بشتغل على ده لو n over n اكبر من 5% عمر عز ممكن يفكر شوية ويقول لي معلش مش انت بتجيب عينة من حاجة انت مش عارفها طيب ازاي هتبقى عارف السجمة بتاعت المجتمع ده انت اصلا بتدور على المتوسط بتاع المجتمع هتعرف المجتمع ده من هقول لك عمر ممكن يكون من دراسات سابقة لمجتمعات قريبة من المجتمع اللي انت بتدرسه يعني دراسات اتعاملت قبل كده فانا هاخد الستاندرد زي بعض او بدل ما ااخد الستاندرد هستخدم الاس اللي هو الستاندرد بتاع السامبل نفسها وده انا بجيبه من شابتر ثري اللي احنا درسناه ما تنساش ان شابتر ثري انا جبت اكس بار سجما اكس في اي اوفر ان جبت الاس اللي هو بتاع اكس اي ماينس اكس بار انا ممكن استخدم الاس اذا استخدمت الاس يبقى انا قدام الحالتين زي اللي فوق بالزبط يا اس اوفر روت ان روت ان كابتال مينس ان في الحالة دي بستخدم حاجة اسمها الستيدنت ديستريبيوشن وانا مش هجيبه لك في الامتحان ده الامتحان بتاعك انا هتكلم على الجنرال كيس اللي هو النورمال ديستريبيوشن علشان الوقت وعشان برضو ما زودش عليك زيادة عن الليزون في السابر بس عايزك تبقى فاهم ان في حاجة اسمها الستيدنت ديستريبيوشن والستيدنت ديستريبيوشن ده انا بستخدمه في حالة ان انا بستخدم الستاندرد ديفييجن بتاع السامبل مينز وبجيبه ازاي له جدول منفصل له جدول منفصل وبجيبه عن طريق ان ما ينس وان والفا على اثنين انا مش هسألك فيه انا هركز على القانون اللي فوق بس انت ليه العلم اديك عرفته انزل معايا الشابتر بالفعل خلص اللي موجود بعض مسائل كترينينج يعني مثلا انت زي ما انت شفت فوق انا عندي فور كيسز لذلك المسألة اللي موجودة دي بتناقش الاربع حالات اللي انا قلت عليهم تعالا نقرأ كده بيقول مجرد مجرد ملمحت مجرد اروح كاتب جنبه كده زد ألفا بيساوي 1.96 فده الرقم اللي انا استغلق انا عايزك تحسب CIE confidence interval estimate يبقى انا علشان احسب confidence interval estimate خلاص انا عرفت اني هكتب على طول وعمل كده في الامتحان اروح جايي كاتب sigma انا اسف ميو لذنور اكس بار بلس زد ألفا على اثنين time sigma x واليام التانية x bar minus زد ألف على اثنين time sigma x bar بكتب القانون زي ما هتشوف دي بعدين رقم واحد اكتب x bar رقم اثنين اكتب sigma رقم ثلاثة اكتب sigma x bar بعدين اعمل substitution زي ما انا حال معاك بالزبط تحت هتشوف دي الوقت طبعا مديلك في اول الوحدة انه population size بخمسين يبقى انا واخد عينة بخمسة element assemble of five elements يعني ده n small وببيوليش size خمسين يعني حجم العينة يعني n capital بيساوي 50 ومديك العينة تحته 22 23 26 25 22 22 طبعا يا عمر او يا رقفة انا مديلك الارقام يا مصطفى مديلك الارقام دي ليه عشان حضرتك تحسب منهم الاكسبار هجم على الارقام واقسم على العدد لاني دول ارقام discrete وده بالفعل اللي حصل بص بقى كده اول حركة عملتها روح تقيل والله انت مديني ببيوليش variance بيساوي 16 انا بحل المسألة بالstandard division لذلك روح تقيل variance ب16 يبقى السجمة بتساوي الروت بتاع 16 ده رقم واحد رقم اتنين هروح اجيب اكسبار طبعا لو انا بدي درجة على المسألة دي الحتة اللي انت كتبت دي عليها درجة اكسبار بيساوي 22 زي 23 زي 29 على 5 يبقى 21.6 ده عليه درجة هروح جاي بعد كده هشوف الان small بالنسبة الان capital 5 over 50 طلعوا رقم اكبر من 5 من 100 يبقى في الحالة دي انا هستخدم sigma over root n استخدم القانون ده اروح كتبه الاول ارجوك اكتب القانون الاول بعدين اعمل substitution هروح كتب القانون روح كتب 4 over root 5 times root 50 minus 5 على 50 minus 1 طلع لي 1.7 14 انا مجرد ان اكتب sigma x bar اه بصوا خلي بالك الثلاثة ارقام عني ادى رقم اهو ادى واحد ادى الرقم التاني اللي انا هستخدمه اللي هو 1.7 1.4 وادى الرقم التالت اللي هو بتاع 1.96 اللي هو بيعبر عن confidence سلال هروح اهو اكتب القانون ارجوك اكتب القانون بعدين نعمل substitution shield x bar حط 21.6 shield z alpha حط 1.96 shield sigma x bar حط 1.74 واحسبه ادى الفاليو بتاع دي هيطالك ان المين اقل من 24 95 واكبر من 18.241 يعني المين داخل الفترة دي من الاسئلة اللي كنت ساعات احب دايما اسألها للناس اقول what the probability ما هو احتمال ان الببوليشن مين فعليا يبقى داخل الفترة دي what the probability that the population will be within this interval طبعا لما بسأل الناس السؤال ده الناس تقعب تفكر ومخضوضة من السؤال انت عارف الاجابة ما هو احتمال ان الببوليشن مين يبقى داخل الفترة دي حد فيكو يعرف الاحتمال ده بكام حد يقدر يفتين الاحتمال ده بكام مش بحتاج تفكر كتير لان احتمال ان المين يبقى داخل الفترة دي هو 95% اللي بيطلق عليه الكونفيدنس دافل عشان كده انت من البداية اخترت الرقم 1.96 لانك عايز ان احتمال ان المين المزبوط يبقى داخل الفترة دي 95% كده هو الاروح يبقى اذا انا جبت الداة بتاعتي 100 هرك انزل معايا هنا بيقولك المسألة او المطلوب التاني نفس اللي فات بالسنة كل اللي غيرتو شباب حضراتكم طبعا اني قبل ما خش في الجزء التاني اوكي كل اللي انا هغيره معاك هنا في المسألة ان انا بدل ما حجم العينة انا ااسف بدل ما كان حجم المجتمع بخمسين انا خليت لك حجم المجتمع بخمس تلاف طب وده يفرق معاك ايه يفرق ان بدل ما كنت بتستخدم القانون الغيت ده هتشيل الجزء بتاع الcorrection factor لانك في الحالة دي هتبقى infinite debilation ده بالفعل اللي حصل 5 over 5000 اهديني رقم live than 0.05 يبقى على طول sigma اكس بيساوي sigma over root n يعني بيساوي 1.78 هكتب القانون واعمل فيه substitution اكس بر نفس الرقم زد alpha على 2 1.96 sigma x bar 1.7 889 يبقى ده معناه ان المين داخل الفترة دي طيب ما هو احتمال ان المين بالفعل يبقى within this interval ده بيساوي 95% اللي هو confidence level بتاع other two requirements دول في حالة ان sigma بتاعت الببوليشن مش معلومة وانا عايزك تحسب standard division فانت بتحسب ه زي chapter 3 وبتستخدم ه بدل sigma ده انا مش هدخلك انزل ده chapter 7 اجمالا طبعا عندك مسألتين موجودين هنا كويسين جدا او مسألة فيها شقين بيقول for large population يعني مجتمع كبير جدا في الحالة دي بقى دي هتبقى infinite او population size بتاع 1000 عشان لما تحل المسألة دي على الوضع الاول يبقى sigma x bar هي ساوي sigma over root n طب لما دي تحلها في الوضع التاني هيبقى sigma على root n في root n capital minus n small على n capital minus 1 هنا انا تعمدت ان الارقام بتاعتك تبقى ضخمة جدا يعني قلتلك مثلا 15,549.63 وقلتلك ان الstandard division ب5000 عشان تحس قد ايه ممكن الارقام تبقى متغيرة ما هو اصل الارقام دي مش لازم تبقى و60 و80 زي ما انت تعودت في المسائل ممكن الارقام دي تبقى اعداد بتاعة بشر ممكن الارقام دي تبقى reflection ل certain measures من measures بتاعة الماركت ممكن يبقى متوسط دخل زي ما انا اضربت قبل كده وخلافه شباب حضراتكم متابعيني اي مشاكل مع اي حد ارجوك حاول ترد علي عشان اعرف زكنة امورك اوكي ولا لا عمر مصطفى احمد اوكي ابرام من متابعيني جوليانا اهوانتو خزمتوني قولي عفت ايه الوضع معاك معاشي عبد الرحمن تمام اه شغال يعني ايه شغال عبد الرحمن بتقلق ان انت كده يا يا رأفت ولا ويه يعني ايه 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 اولي اولي بالزبط فين وأنا قولهو里ك استخدام القانون اه يعني القانون اه قوم لغبط أحبطين ترات طيب بص حبيب القانون القانون هو ده بص على اللي أنا بشاور عليه شايفه اللي أنا بشاور عليه دلوقت اللي فوق ده حراك شايفه طيب بصينه قويس جدا بص يمين وبص شمال ماشي يا رقفة بص على ناحية اليمين هتلاقي في علامة بلس شايفها وبص على ناحية الشمال هتلاقي علامة البلس اللي بقت بالميدس صح يا جميل يعني إذن معنى ذلك إن انت actual مفيش حاجة أصلا أنا بعمل X bar وعندي كمان حكتين بضربهم في بعض Z في sigma بتاعت ال X bar تمام تمام مرة بحطها بصدف مرة بحطها نيجاتف تمام يا معلم رأفت تمام الرقم الصغير اللي في اليمين لاتنين دول أنا بسميه margin of error يعني إيه margin of error يعني الخطأ الهامشي نسبة خطأ يعني أو رقم خطأ زي بالظبط يا رأفت مثلا سمعني بقولك يا رأفت سندويتش الشوارمة بكامل نهر ده جاوبني أنا لا حسن بس أوه stop إنت قلت إيه أنا لا حسن يعني معنى ذلك إنه ما هواش ورقة بوستة قصدي أم سوري يعني ما ما هواش رقم إحنا كلنا عارفينه يعني ممكن يبقى بمية جنيه زائد value أو مية جنيه نقص value يعني ممكن أجيبه من تسعين لمية وعشرة مثلا صح يا رأفت صح يا رأفت صح يا رأفت يعني يعني مش هاخد كلامك هروح أيل إيه والله هو سندويتش الشوارمة بمية جنيه سندويتش الشوارمة بمية جنيه خلاص it's done مش كده برده يا رأفت ده مش هيمشي يا إما مية زائد رقم يا إما مية ناقص رقم طب شمعنا مية يا رأفت لأن أنا وإنت لما لفين على المحلات بتاعت الشوارمة غالبيتها لأن السندويتش الساروخ المتين ده بمية جنيه مش كده برده ده يا رأفت أنت رحت فين عايك يا رأفت أنت وعد تكون راحت في التمية لا 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 معايك إيش ده أهو ده بالظبط اللي مكتوب قدامك ده المية جنيه اللي أنت قلتلي عليها بتاعت سندويتش الشوارمة ده الإكسبار كلمة على حسب اللي أنت قلتها دي هي اللي عملت زد في سجمة وزد في سجمة اليام التانية مرة بالزائد ومرة بالنقص يعني رحت آية المية وكلمة على حسب عملت عشرة فوق وعشرة تحت يعني من تسعين لغاية مية وعشرة فاهمني يا رأفت زي بالظبط مسألك على الصورة الحلوة اللي أنت متصور فيها دي اللي على الواتساب اللي هي بتوضح أو اللي تحطيت على البروفايل بتاعك إنك راكب عربية مرسيدس مثلا العربية اللي حرك راكبها دي لو أنا قلتلك هو سعرها كام برضو هترد علي وتقول لي على حسب هتقول لي دي متوسط سعرها اثنين مليون ونص بس على حسب يعني إيه على حسب يعني فيه مارجنوف اير إيه المارجنوف اير الوكيل بينزلها بسعر والصالة بتنزلها بسعر الوكيل بينزلها بسعر ستاندرد بس مش موجودة عنده الصالة بتنزلها بسعر بيتراوح ما بين يبقى أنت عندك اثنين مليون ونص يا إما تلاقيها من أول اثنين وربعمية أو تلاقيها باثنين وستمية أصبح عندك ايه هنا موجود في الوسط مارجنوف اير شباب انتو فاهمين معنى كلامي قادرين تجاريوني أنا بضرب مسأل من الواقع عشان أقرب لك الأمر حضراتكم معايا ها تمام دا الكل ماشي يا رأفض النقطة بقى اللي هي القيمة اللي موجودة اللي أنا بشاور عليها دلوقت هي عبارة عن إيه رقم انت عارفو الزد ألف على اثنين ده رقم انت حافظه أنا عايزك تحفظه اللي هو 1.96 ده بيعبر عن confidence level معدل الثقة يبقى الرقم ده لو معدل الثقة 95% يعني زي ما قولك زي ما كلم موضوع سندوتش الشعور ما ده ما هو احتمال ان كلامك يطلع صح بالنسبة للموضوع سندوتش الشعور ما هتقول لي 95% من كلامي صح يبقى ده معناه ان الزد ب1.96 طيب ايه سيجما إكس بار سيجما إكس بار ده يتحسب عن طريق قانونين أنا قلتهم لك في أول الليكتشر أصلا القانونين دول أهم أنا هرجع لهم من البداية خالص فوق خالص أول ما بدأت المحاضرة بتاعتي وأنا بعمل ريفيجون على المرة اللي فاتت بص أهم يا إما سيجما أوفر روت ن يا إما سيجما أوفر روت ن تايمز روت ن كابيتل مينوس ن سمول على ن كابيتل مينوس وا الأولاني ده بستخدمه في حالة يعني عدد المجتمع كبير جدا بالنسبة العينة يعني خط عينة فيها مية فرد هطبق عليهم المية فرد دول هبني عليهم قرار على المية مليون يبقى في الحالة دي أنا بشتعل على الفينايت نمبر طيب الحالة رقم اتنين الحالة رقم اتنين لو عدد العينة بالنسبة لعدد المجتمع كان قيمة اكبر من خمسة من مية يعني عندي ميت مليون أنا خدت منهم عينة مثلا سي خمسين خمسة مليون العينة بتاعتي خمسة مليون عشان أنا عندي ميت مليون هده يبقى أنا بتكلم على وضع فينايت بيبليشن لو أنا بتكلم على عينة صغيرة جدا بالنسبة الحكم المجتمع هستخدم سيجما اكس بارش سيجما اوفر روت ان اللي هو القيمة اللي أنا بستخدمها في القانون من اللي أميدي ده القانون يا رأى فض فلازم حضرتك تحل مسألة عليه بنفس الخطوات بالزبط أول حاجة تكتب القانون أول ما تسمع انترفي الاستمت ده رقم واحد رقم اتنين تروح مسك ألمك كده أنا عندي واحد اتنين تلاتة تلات حاجات تروح جايي كاتب رقم واحد اكس بار بيساوي شوف اكس بار بيساوي كم في المسألة بتساوي 1.26 ودي حاجة انت عارفة وريدي بعدين تروح كاتب رقم 3 سجما اكس بار تبص هل في ان سمول ولا ان كابيتل لو المسألة فيها ان سمول وان كابيتل يبقى أنا لازم أوجد الريشيو بتاعتهم زي ما أنا عملت في الاكسامبل الأولاني ده اروح جايب ان سمول على ان كابيتل واشوف الفاليو أكبر ولا أقل لو هي أكبر من 5 من 100 هستخدم القانون ده لو أقل هستخدم القانون التاني لو ما فيوش الحدة دي بس كده وأعوض على طول في القانون أتمنى كلامي يكون واضح أوكي يا رأفة معايا سلام على فكرة انت هتلاقي كمان عندك على اليوتيوب أنا آسف على على الالم أنا حطط لك وانا بكتب القانون خطوة بخطوة بإيدي بألم تخين فأرجوك بص على الفيديو ده هيدي لك سامري كويس جدا بص على المسائل خلاص انت فهمت إيه اللي أنا بعمله بس أنا كاتب الفيديو ده وعمله عشان أنت تشوف حركة إيدي وانا بكتب نفس اللي أنا قلته بالظبط هتاني كاتب confidence level 95% بزد 1.96 رقم 2 إن سمول على إن كابيتل رقم أقل من 5 من 100 يبقى استخدم القانون أكبر باستخدم القانون التاني بعدين بكتب القانون بعدين أعوض فيه هي اللي ستيبس اللي مطلوبة بالظبط حتى لو أخطأت في الريزلتس بس اللي ستيبس مصبوطة still you will be graded أو you will have grades for your efforts and for your steps شباب كلامي واضح ها أوكي معايا بقيت الناس اللي سكتا حضراتكم موافقين على الكلام في حاجة لو ما حتاجنا يعيد تاني عندي غولك تاني لما أفروض السؤال ده سأله قوي وبرضه هيجي عليه في الفاينال إذا جيه بيجي عليه سؤال واحد يعني يجي عليه دركتين مثلا حضراتكم معايا سبعيني طيب الناس اللي ما بتشاركش لا جوليانس ما بتصوتها ولا هاجر ولا ماروان ولا إبرام ولا يمنى أنت معايا لو أنت معايا رفع إيدك لو حضرت وانت مش سمعني طب واتس دايوز يعني أوكي very well طب الباقيين فين مهند فين يمنى فين ماروان أوكي انزل معايا خليك معايا رقفة بقى أوكي يا ترى كده الموضوع خلاص واضح على الأقل أنك تتحرك بايروسيلف آه يا دكتور تمام تعال بقى معايا في آخر جزء أنا عايز أكلمك فيه وهو الريجريشن والكوريليشن برضو الناس قدامها حاجة من اثنين الساعة دلوقتي عشرة إلا ربعة ده مش هياخد مني كتير وده مجموعة القوانين اللي موجودة تحبيني أكمل على طول ولا تحبوني أقف وارجع الساعة ونص تحبوا أعمل إيه ناخد بريك مثلا شوية بعد كده نرجع يكون حتى الباقي فاق اللي موافق إن أنا آقف شوية وارجع تاني يرفع إيده جوليانا ورافط طيب اللي موافق إن أنا أكمل على طول أرجوكم تنزله أديكم جوليانا ورافط اللي موافق إن أنا أكمل على طول الجزء اللي فاض نزل ييدك اللي موافق إن أنا أكمل على طول ممكن يرفع إيده عشان أفهم أنا بعمل إيه طب والباقيين يعني عبد الرحمن مش فارق معاه أحمد وائل أندرو تامر إبرام هاجر أوكي أنا هكمل على طول كل اللي أنا قلته دلوقت وعايز رقفة بس يدنه معي خليك يا رقفة معي على طول عشان أتأكد أنك متابعني معايا ركز جدا يا رقفة في اللي أنا هقوله دلوقت شابتر تمانية ده سهل جدا بمراحل يعني سيب مايكك مفتوح شابتر تمانية ده أنا باتكلم فيه على خط مستقيم اللي أنت درسته في البزنس ماتماتيكس معايا بس شابتر تمانية ده بيعمل حاجة قوية جدا يا رقفة بيشوف مدى الارتباط بين متغيرين يعني لو عندي متغيرين أنا بدرسهم حكتين أنا بدرسهم شابتر تمانية ده بيوضح لك هل هم مرتبطين ببعض ولا مش مرتبطين ببعض يعني فيه ارتباط ولا ما فيش ارتباط مين اللي حكم شابتر بتاع التمانية ده سروق عملية اسمها Correlation Analysis عملية الCorrelation دي العملية اللي بعرف منها الارتباط معايا طيب ما هو الريجريشن الريجريشن شكل العملية بتاعة الارتباط او شكل العملية اللي بتربط المتغيرات ببعضها يبقى أنا عندي حاجة اسمها ريجريشن وحاجة اسمها Correlation الريجريشن بيطلق عليه معامل لانحضار والقصد فيه هو معامل التغير بين المتغيرات طيب الCorrelation هو معامل الارتباط معايا مستر رقفت معايا سيبنا بالكلام الكبير تعالى في عملية بسيطة قوي يا ترى الدولار مرتبط بسعر البطاطس اه ليه قلتها لان الدولار مرتبط بكل حاجة لان الدولار بيرفع كل بيرفع يعني ده فاتي كلامك وردك علي ده اسمه فاتي ليه فاتي للسبب بسيط لان حضرتك ما عملتش analysis ما جبتش أرقام وحللتها انت تكلمت من وجهة نظرك اللي هي قد تكون صح بنسبة كبيرة وتحتمل الخطأ صح يا مستر رقفت اكيدا دكتور حيلو جدا يبقى انا عايز اتأكد من الجملة اللي انت قلتها دي انه فعلا الدولار بيتدخل في سعر البطاطس هعرف دي منين عن طريق ما يطلق عليه المعامل الارتباط هشوف ارتباط سعر صرف الدولار او قيمة الدولار بسعر البطاطس في السوق تيجي نعملها يا رقفت على نسخن كده وننزل نعملها بالفعل طب نعمل دي ازاي هروح نازل يا رقفت افتح مايكك كده وفكر معاي وانت هتفهمها كويس قوي موضوع مشيق تخيل ان احنا من سنة انا نزلتك يا رقفت وانت راجل تجل شاطر فروحت نازل انت السوق شفت كيلو البطاطس بكام وروحت معدي على البنك شفت سعر صرف الدولار بكام يبقى كده فيه اصبح عندك كم رقم يا رقفت رقمي دي بطاطس بتلاتة جنيه الكيلو والدولار سعر صرفه في البنك تلاتين جنيه او عشرين جنيه سبنا شهرين تلاتة رقفت وانزلت عملت نفس الحركة بالزبط روحت نازل جايب كيلو بطاطس بخمسة جنيه وروحت جايب سعر صرف دولار كان في البنك بخمسة وعشرين جنيه شوية وبعدين وصلنا المرحلة الدولار في البنك او مش موجود او في المكان اللي موجود فيه وصل سبعين جنيه وسعر كيلو البطاطس بعشر جنيه بعدين شوية الدولار وصل خمسين جنيه وسعر كيلو البطاطس بقى بثلاتين جنيه كمان شوية سعر الدولار بقى بثلاتين واربئين جنيه وسعر كيلو البطاطس بقى بثلاتين جنيه كده انا جبت اكتر من لقطة صح يا رأفت اكيدا دم جبت مجموعة من الارقام بتعبر عن اسعار كيلو البطاطس وقدامهم مجموعة من الارقام بتعبر عن سعر الدولار انا بقى باستخدام التو روز دول يعني باستخدام الاسعار بتاعت كيلو البطاطس والاسعار بتاعت الدولار عايز اشوف بالفعل اذا كانوا مرتبطين ببعض ولا لا اللي يعمل دي عن طريق حاجة اسمها الكونفاشنط هنشوف كمان شوية طيب الكونفاشنط اناليسز هيقولك بقى هل فيه ارتباط ولا فيه ارتباط ضعيف ولا فيه ارتباط قوي جدا ولا ما فيهش ارتباط اصلا ده اللي هيقولولك الكونفاشنط اعتمادا عليه يا رأفط هقدر اجيب الكونفاشنط يعني اقدر اوصف العلاقة يعني لما اعرف ان فيه علاقة اصلا هقدر اجيب شكل العلاقة دي عامل ازاي شكل العلاقة دي بيتحدد من الكونفاشنط يا شباب انا كلامي مع رأفط بس للكل يشارك فيه ارجوك فكر عشان ما تحسش ان المادة اللي انا بديها لك مادة تقيلة ورخمة معايا عمر متابعني انت رفع ايدك محتاجني في حاجة اجاوبك تماما لك حلو جدا تعال انزل معايا دعايا فيه استفسار اوكي انزل بقى معايا انزل معايا هنا بيكلمك انا بحتاج الكرليشن فيه خلاص انت فهمت من المثال اللي انا ضربتولك ده الريجريشن اناليسي ده بيهلبس وان تواندرستان هاو دي بيكال فاليو او دي بندن تبريب 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 يعني بيساعدك انك تفهم ازاي سعر البطاطس لو في علاقة اصلا ازاي سعر البطاطس يغير لو سعر الدولات غير ازاي الاثنين هيتغيروا مع بعض يبقى ده ميزة من مميزات الريجريشن اناليسي رقم اتنين يعني ايه الكلام ده يعني لو انا وصلت للعلاقة اللي بتربط الاثنين ببعض اقدر اعرف لو سعر البطاطس بقى ب30 جنيه سعر الدولار في البنكة يبقى بكام او العكس لو الدولار بقى ب20 جنيه سعر البطاطس في السوق هيبقى بكام هقدر اعرف ده طيب رقم 3 خلي بالك ان الهدف من الريجريشن اني اجيب المعادلة اللي بتربط سعر كله البطاطس بسعر كله الدولار او العكس ده الهدف رقم 4 خلي بالك انه وده انا عملته دلوقتي معاك لما جيت قلتلك لما الدولار يوصل لو وصل 20 جنيه لو بقى بخامسة جنيه سعر كله بطاطس يبقى بكام ده معنى كلمة انك تدقى تتنبأ وبالتالي ده هياخد قرارات حيوية جدا لاي حد متخص قرار او للافراد اللي هيتطبع عليها قرارات لو بصيت على خمسة الريجريشن اناليسيز الريجريشن اناليسيز can be used to infer casual relationships between الvariables بقدر بيه استخدم العلاقة اللي بتربط او بجيب العلاقة اللي بتربط المهمة الاتنين مع بعض انزل بقى معايا انا هتكلم عن الريجريشن اكويشنز الاول بعدين هتكلم عن الريجريشن انا هستخدم الريجريشن اسهل اسهل شيء اقدر اتعامل معاه اللي هو الريجريشن او الريجريشن وي بيساوي kx plus m y بيساوي kx plus m يعني y بيساوي 2x plus 5 y بيساوي negative 2x plus 6 وده انت خدته معايا في شابتر 2 الماتماتيكس انا بقى هجيب ازاي بجيب العلاقة دي اللي تربط سعر الدولار y بسعر البطاطس x مثلا وطبعا انا مختار مثال يعلق في المال انزل معايا ال kd ممكن تطلع برقمين او لها two signs ممكن يبقى لها اشارطين يا اما ال k positive يا اما ال k negative لو ال k positive يبقى انت بتتكلم على direct relationship طب لو ال k negative هنتكلم على indirect relationship او inverse relationship يعني ايه direct relationship يعني كلما سعر الدولار يرفع كلما سعر البطاطس يرفع طب يعني ايه inverse relationship العكس كلما سعر الدولار يترفع كلما سعر البطاطس ينزل كلما سعر الدولار ينزل كلما سعر البطاطس يرتفع ده معناه العلاقة العكسية طبعا في حاجات مبررة في ال inverse relationships وفي حاجات وفي حاجات مبررة في ال direct relationships زي مين يا رقفط اشهر حاجة في ال inverse relationships ال prices وال quantity demand معايا حاج رقفط كلما الاسعار ترتفع كلما الناس هتسيب البضاعة كلما الاسعار تنزل كلما الناس هتقبل على البضاعة تفضل يا رقفط يا دكتور هيا لها علاقة زي البورصة وكده كل حاجة هو انتهي يعني الفكرة الاساسية بتاع ال regression وال correlation هو بيعرفك كل شيء في العلاقات اللي موجودة ما هو نجاح واحد بيضرب في البورصة انه ناجح في ربط العلاقات ببعضها بيشوف لو الدولار ارتفع هيأثر على كذا وعلى كذا وعلى كذا يبقى ده مدخلات الانتاج في الشركة الفلانية يبقى هيرفع كذا يبقى هيأثر على سعر يبقى هيضرب السوق هيحصل تدخل او مش هيحصل تدخل الناس هتقبل على ده او مش هتقبل على ده فاهمني يا رقفط قصة كويس جدا طبعا الكل غالبية الكلام اللي انا بقولهولك او اللي انا بضرب عليها مثلة في حالة اتزان لحركة اسعار صرف لكن في الاوقات اللي بقى فيها عدم اتزان في اسعار الصرف وارد ان يحصل اكشنز متغيرة يعني مثلا المفترض كلما الاسعار تزيد خلي بالك من كلامي ده كويس هتلاقي ان القوانتيتي دماند بتقل يعني مثلا لما كان سعر كيلو اللحمة بميجيني كان عدد المستخدمين له بتيالي اكتر بكتير لما اصبح سعر اللحمة دلوقتي ربعميجيني فاصبح عدد المستخدمين للحوم قل بيقل كلما هزود السعر كملة لما الاستخدام هيقل هل دني ازود في الفلوس بتاعت هدني ازود في الفلوس بتاعت الاسعار يعني مثلا على سبيل المثال هخلي كيلو اللحمة بربعمية بخمسمية بستمية بسبعمية بثمنمية خلي بالك كده عدد الناس اللي بتاكل اللحمة بتقل بتسعمية بألف بألفين بتلات تلاف سعر كيلو اللحمة بتلات تلاف جنيه تتوقع عدد الناس اللي هتقبل عليه قد ايه يكاد يكون منعدد لأن هتبدأ الناس تشوف alternatives تانية عن اللي انت بتتكلم عليه ده الشكل الطبيعي فالعلاقة اللي بتحصل هنا علاقة عكسية كل ما السعر يزيد كل ما الديماند يقل طب لو السعر قل هتلاقي الديماند يزيد يعني لو جيت النهاردة ودي فكرة الوفرز لو انا جيت النهاردة قلتلك ايه الحق فرصة كيلو اللحمة النهاردة بمية جنيه هتلاقي كمية الناس اللي رايحة على الديماند ضخمة جدا جدا شباب فاهمين معنا كلامي العكس بالزبط في حالة العرض انا التاجر اللي شايف ان اللحوم لأن سعرها غالي الناس لا تقبل عليها فالنتيجة هتعمل ايه عايزالها اوفر كمية من اللحوم عشان الناس تحاول انها تشتري بقى كل لما الاسعار ترتفع كل كلما كميات المعروض تزيد علشان يحاول ان هو يغري الناس البضاعة هي موجودة وهو خلافه ده مثال لعلاقة طردية وده علاقة عكسية او مثال تاني للعلاقات الطردية يعني الديريكت كلما زود الراتب بتاعك كلما الكسبة لديتشرز هتزيد يعني كلما اديك فلوس كلما تصرف اكتر الشخص الطبيعي كده لو دخلك من شغلك عشرين الف هتعيش على قد العشرين طب لو انا خليتهم مية الف هترفع احتياجاتك وتوصل للمية الف طب لو خليتهم تلتمية مليون هترفع احتياجاتك لتلتمية مليون وهكذا طبعا ده العلاقة او الوضع بتاع العلاقة بتاعتك الشكل بتاع الانفرس ريليشنشيب لو الكي نيجاتف الشكل بتاع اللي انت شايفه ده لو الكي بوزيتف اللي هو علاقة ترضية او علاقة عكسية وده انت درستب باستفادة جدا في شابتر 2 في بيزنس ماتباتيكس انزل هتكلم بقى المعامل الارتباط هل فعلا في ارتباط بين سعر الدولار وسعر البطاطس او بين سعر الدولار وسعر الجرجير مثلا هل في ارتباط بين سعر الدولار وسعر التاييرز كويتش بتاع العربيات طب انه الارتباط الاقوى بين سعر الدولار وسعر البطاطس ولا سعر الدولار versus التايرز انه مرتبط اكتر مين بيأثر اكتر النوقة دي خطيرة جدا او الا سعر الدولار واسعار السيارات ادي تلات حاجات كل واحد فيهم بتربطوا علاقة زي ما انت شفت بحركة الدولار او انا عايز اتأكد من قوة العلاقة دي على طول الار انا بحسبه ده الار اللي هو الكورليشن كوفاشن الار ده value between negative 1 وبوزدف 1 يعني هو رقم من عند سليب واحد لموجب واحد لو الار انت حسبته المسألة وطلع بيساوي سفر ده معنى لانه مفيش اغتباط غير مرتبطين ببعض يعني لو خدت شوية الارقام بتاعة اسعار البطاطس اللي انا عملتنا ورقفة قدام اسعار الدولار ولقيت ان الار بتاحهم بيساوي سفر مش مرتبطين ببعض لا يتقص ببعض طيب لو طلع الار بيساوي 1 لو طلع الار بيساوي 1 يبقى perfect correlation الدولار يزيد 1 cent او الصرف بتاع الدولار يزيد ارش ساخ قدامه على طول البطاطس تزيد اللي اتنين مرتبطين جدا ببعض طيب لو الار طلع بnegative 1 هيبقى اسمه perfect negative correlation ده perfect positive correlation عموما اكتب perfect correlation وخلاص طيب لو الار بتاعك طلع الرقم من السلب 1 للصفر يطلق عليها inverse relationship او indirect relationship طيب لو الار من الصفر للواحد يطلق عليه direct relationship طيب لو الار ده انت حسبت وطلع رقم كس اقرب للواحد يعني ايه اقرب للواحد يا رأفط يعني من point 5 point 6 point 7 point 8 يبقى انت كده عندك strong correlation طيب لو طلع الار ده رقم اقل من point 5 point 1 point 2 point 3 يطلق عليه weak correlation اقل لي يا جوليانا كان يا جوليانا رفعت ايه ده الو كان بالخطأ يعني اقل لي يا عمر انت رفع ايدك ما احتاج حاجة عمر ايز في مشكلة اوكي هو ال دكتور هو انا رفع ايدي تقريبا من ساحب السؤال اللي حضرتك سأله للمرة اللي فاتت هو معلق طيب خلص يعني انت بتبعني مفيش مشاكل انزل بقى معي ازاي بحسب القرش انا عايزك تخلي بالك عشان قوانينهم بيبان للبعض انها صعبة بص انا هبدأ من اول اللي انا بشاور عليه دلوقت ثانية واحدة ثانية واحدة انزل معي الاول اللي تحت ده خلي بالك اكس بار بيساوي سيجما اكس اي اوفر ان وي بار بيساوي سيجما وي اي اوفر ان خلي بالك الاس اكس دا بيساوي اكس اي مينس اكس بار تو دا باور оф تو على انها مينوس وان اندر سكوير جوت لو انتو فاكرين ده دا قانون الستاندرد دي فييجن اللي انت واخده في شابتر 3 كنت باجيب اكس مينس اكس بار باور 2 على 1 مينس 1 هنا لأن أنا عندي أرقام في الإكسات وأرقام في الوايات يا رأفة يعني أرقام البطاطس وأرقام الدولار فالبطاطس أنا مسميها X والدولار مسميه Y لذلك هتلاقي عندك S بتاعت الإكس و S بتاعت الواي مستر رأفة حركت بتابعني معك ده طبعا ده معروف ده معروف ده معروف ده معروف ده متوسط السعر ده متوسط السعر ودول الstandard divisions الحاجة الجديدة عليك اللي أنا هشاور عليه دلوقت ده الجديدة عليك اللي أنا بشاور عليه دلوقت اللي أنا حطيت عليه علامة ده لو بصتله هتلاقيه هو هو اللي تحت بس هنا Y minus Y bar to the bar of 2 لكن هنا أنا مرة ضرب قوس X minus X bar في Y minus Y bar على إنه minus 1 ده اسمه الconvergence of X و Y تقارب الX والY يعني أكني بجيب standard deviation ملخبط أو بجيب variance ملخبط بين الX وبين الY جبت X minus X bar في قوس وروح تضربه في difference between Y minus Y bar وروح تقسمه مع إنه minus 1 ده كده اسمه convergence الاربع اللي احنا عايزينه هو عبارة عن الconvergence عبارة عن الconvergence مقسوم على S X في S Y يعني بجيب بالقيمة ده وروح اسمها على S X في S Y كده أنا جبت الار يبقى الار عبارة عن convergence على S X times S Y يعني جبت الstandard جبت الvariance الملخبط بين الX والY X minus X bar في Y minus Y bar على إنه minus 1 وروح تقسمهم على الstandard بتاع الـ X في الstandard بتاع الـ Y ده الار اللي انا هعمله التوزيع اللي حضرتك شفته فوق ده لو R بتساوي 1 يبقى perfect correlation لو R بتساوي 0 يبقى 0 correlation لو الار رقم من صفر لواحد يبقى عندي direct relationship من سلب واحد لزيرو يبقى indirect relationship لو الار اللي انا حسبته ده كان point 5 فما فوق يعني point 5 point 6 لغاية لغاية الـ 1 ده بيطلق عليه strong correlation طيب لو من عند point 5 لغاية الزيرو يعني point 3 point 2 point 1 كل ده اسمه correlation يعني فيه رتباط بس رتباط ضعيف strong correlation يعني فيه رتباط قوي طيب ايه القانون اللي فوق و ايه القانون اللي تحت مجرد تعدلات على اللي انا كده يعني بدل ما انا كاتب يعني بدل ما استخدمت القانون وبعدين عوضت بيه انا رح تشغيل convergence وحطت دي فوق اه بص بص مسحت بيه وحطيت ده كتبته فوق ما تعملهاش بدل ما كاتب SX و SY حطت القانونين بتوحه فهي التلاتة حاجة واحدة استخدم اللي في الوسط أسأل واحد convergence على SX في SY من الconvergence variance ملخبط X-X bar Y-Y bar بس كده حسبته اقدر لو انت عرفت ال-R قادر احسب ال-R العلاقة اللي هي وي بيساوي KX بلاس M طب الكي دي احسبها ازاي نفس اللي فوق بالزبط شايف ال-R اللي هو convergence بس بدلا ما تقسم على SX في SY اسم على S square احي convergence على S square يعني نفس R بالزبط نفس القانون اللي انا استخدمته في number two نفس قانون number two معلش انا الكمبيوتر بيعلق شوية علشان lag just live in a second انا بس اعيز اعلم لك علي بص القانون اللي قدام 8.2 كده أسر القانون ده خد الconvergence ده بدلا ما تقسمه على SX في SY اسمه على SX to the bar of two يعني على variance بتاع ال-X اهو كده انا جبت ال-KX جبت لأولاني ده طيب لو انا عايز اعرف ال-M بص يا رقفة اكني خدت ال-2 دول وودتهم اليمة التانية فهيبقى ال-M بيساوي Y minus K في X او القانون M بيساوي Y bar minus K في X bar direct substitution كده جبت ال-Y as a function in X يعني جبت سعر البطاطس as a function في سعر الدولار مثلا مستر رقفة حضرتك معايا بص انا تقريبا اللي تحتيه العكس بس سيبك منه دلوقت بص ادي المسألة اللي انا اللي انا وانت عملناها من شوية فاكر لما انا قلتلك انزل السوق وعد على البنك اهو بالزبط اهو انت نزلت السوق لقيت كيلو البطاطس ب2 جنيه بمتين قرش لقيته بمئة قرش لقيته بمتين قرش لقيته بألف وربعمائة قرش لقيته رجع تاني بمتين قرش واللي تحت ده سعر الدولار وتفر ستة وتلت بالقروش اهم قد الاسهار يبقى اللي فوق ارقام واللي تحت ارقام تاني اللي فوق سعر البطاطس اللي تحت سعر الدولار مثلا او العكس يبقى انا عندي اكس بتعبر عن شيء وي بيعبر عن شيء تاني عايز اعرف يا ترى ال اكس والواي connected ولا مش connected فيه correlation ولا ما فيش correlation هعمل ايه ولو فيه correlation عايز اوجد regression coefficient بسيط هروح اعمل الحاجات اللي انا قلتلك عليه هوجد الاول الاس اكس والاس واي والكونفيرجنس عشان اعمل دول لازم اجيب ال اكس بار والواي بار خلي بالك انا كده برجع لشابتر ثري صريح يعني برجع لشابتر ثري اللي هو انا درست فيه ال various measures المقيس المختلفة انزل معايا بقى ادي الاكسات ودي الوايات الاكس بمتين بمية بمتين بألف وربعمية بمتين الوايات 3600 2400 3200 3300 3300 هجمع الاكسات على بعضها طلعت بألفين ومية هجمع الوايات على بعضها طلعت 15880 ازاي بحسب اكس بار يا رقفة بجيب الارقام واسم على عدد قدي واحد اتنين تلات اربعة خمس يبه هاسم الالفين ومية على خمس ونفس الكلام في الواي هاسم ال 15880 يبه كده جبت اكس بار وجبت وي بار عشان احسب الاس اكس لازم اجيب اكس مينس اكس بار to the power of 2 divided على انه مينس 1 يوم اعمل ايه همسك رقم رقم اكس مينس اكس بار اخليه to the power of 2 يبقى سلب 220 to the power of 2 سلب 320 power of 2 سلب 220 power of 2 980 power of 2 وجمعتهم على بعض اللي هو مليون ومتين وثمانية الف نفس اللي انا عملته تاني عملته نفس اللي انا عملته في الاكسات هعمله في الويات روحت جاي بالدفرنس وبعدين روحت مربع يعني روحت جاي مسك 3675 شلت منهم 3176 ادوني 499 روحت اعملهم power of 2 اللي بعديها ال 2 4 5 5 شلت منها 3 1 7 6 الرقم اللي طلع negative 7 21 خليته power 2 وهكذا الرقم اللي طلع لي طبعا الرقم اللي طلع انا امسور يا شباب انا بطرح الويات وبطرح منها الوي بار وبكتب ال difference يعني بكتب الفروق اللي هي 499 سلب 721 وهكذا بعدين كل رقم من دول بعمله سكوير اللي هو العمود اللي انا بشاور عليه دلوقت شباب متابعيني اترى طب هو انا حسابت ده ليه يا رقفة وي مينس وي بارتو ده باورف تو ليه جبت الرقم اللي هو 79072 عشان الرقم ده لو انا اسمته على على 4 اللي هو العدد مائس واحد يبقى انا كده جبت ال variance بتاع ال y لو اخدت له سكوير روت يبقى جبت ال s اه بص خدت 79072 اسمته على 4 واخدت له سكوير روت كده جبت s y طيب الرقم اللي هو بمليون ومتين وتمانية الف لو انا اسمته على 4 وخدت سكوير روت يبقى جبت s x بانا معايا s y معايا s x طيب عايز احسب ال convergence انا بطبق تطبيق مباشر هضرب القوس اللي فيه x مينس x يعني العمود رقم 3 في العمود رقم في العمود رقم 4 هضرب الاتنين دول في بعض سلب 2220 فربماية 99 سلب 320 فسلب الارقام بتاعيته مين هجمحهم على بعض 3220 1900 الرقم ده هقسمه على 4 اهو convergence جبت الرقم وقسمته على 4 لو خدت بالكو انا كده عندي الconvergence وعندي الـ s x وعندي الـ s y ال-r قادر اطلع على طول هقسم الconvergence على s x في s y اهو convergence على s x في s y طلع point 226 السؤال بقى دلوقت الرقم اللي انا جبته ده اكبر اقرب للزيرو ولا اقرب للبوز دفوان هراكوا شايفين ايه اقرب للزيرو حلو قوي يعني ايه اقرب للزيرو يعني انت عندك weak correlation يعني فيه ارتباط بس الارتباط ده ضعيف يعني الدولار ا بيأثر على سعر البطاطس بس مش تأثير قوي مش تأثير مباشر هو احد العوامر اللي بتتدخل في تسعارها في امتين يا رقفة معايا حلو برضو فيه معلومة تانية انا استفدت بيها من الرقم ده رقفة بصله هو الرقم ده بوزتف ولا نيجاتف بوزتف يعني ايه بوزتف يعني فيه علاقة ترضية يعني لما الاكسات هتزيد الوايات تزيد لما الاكسات تقل الوايات تقل يبقى انا الكورريليشن بيديني فايدتين الفايدة الاولانية اني بعرف معدل الارتباط الفايدة التانية نوع الارتباط يبقى عرفت الارتباط شكله عامل ازاي ونوعه يبقى عامل ازاي انزلوا يا أسات زماعي ده الشكل بتاع الريجريشن اكويشن ده شكل الريجريشن اكويشن وي بيساوي كيف اكس بلاس ام وي بيساوي كيف اكس بلاس ام انا خلص عرفت ان في كورريليشن وعايز اجيب الريجريشن بكل بساطة بعمل دايريكت سبستيتيوشن هجيب الكونفيرجنس اللي انا حسابته فوق واقسمه على الاس اكس تودا باورف تو يبقى انا هطلع فوق هاخد الكونفيرجنس اللي هو خمسة خمسة اثنين اثنين ملحوظة عايزة دايما تخليها في ذلك ان لو الار بوزطف الكي هيبقى بوزطف لو الار نيجاتيف الكي يبقى نيجاتيف يعني فيما معناه ان الكورريليشن كوفيشن نفس الساين بتاع الريجريشن كوفيشن اللي الدين نفس الساين تمام حلو جدا عايزة احسب الValue of M ازاي اجيب الValue of M اكني خدت دول ودتهم الOther side يبقى اما بيساوي Y bar minus K في X bar كل حاجة عندك بصوا بصوا الY bar معروف الX bar معروف الكي انت طلعته مجرد بعوض جبت الرقم ده شكل الريجريشن equation الفينال بتاعها اهو انت عارف ايه اهمية الريجريشن equation دي يا رقفة اتمنى تكون واضحة قدامك بص يا رقفة كده ايه ايه القانون ده كبير جوي ما بيخلص ليه ما بيخلصش انا حس عليه حل كتير ما هواش زي ما انت متخيل اذا خدت بالك انا قلتلك انت اول حاجة خليني امشي معك سنة يا بسانية انا ليه بحاول لابز المجبود ان انا اقولك ده عشان مش عايزك تشوفهم كده اول حركة يا رقفة انت مذاكر شابتر ثلاثة شابتر ثلاثة وسبوع اللي فات اكس مينوس اكس بار بورتو على ان مينوس ون القانون ده يفرق معك حاجة لو انا قلت وي مينوس وي بار على ان مينوس ون لا يعني بدل الاجسات سميتهم وي طيب هو ده اللي انا عملته اهو بص كده ادي 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 اكس وادي الواي ده اسمه اس اكس ده اسمه اس وي يعني اكشوال الاتنين دول انت اصلا عارفهم من شابتر 3 صح صح طب ثانية واحدة هو الكونفرجنس اللي هو فعلا جديد عليك النهار ده الكونفرجنس ده انا بجيبه ازاي زي بالزبط ما عملت دول بس هاخد حبة من فوق على حبة من تحت يعني هاخد اكس مينوس اكس بار اضربه في وي مينوس وي بار بس كده مستحيل انا بتخيل ان ده صعب انك تنساه شوف انا جبت لك منين من شابتر 3 الفاريانس انت عارفه بتاع الاكسات اعمل فاريانس اقوم بتاع الوايط بعدين اعمل فاريانس ماكس بينهم هما الاتنين خد لك براكت اكس مينوس اكس بار اضربه في براكت وي مينوس وي بار واقسمهم على انه مينوس وان هيدي لك الفاليو بتاعتك على طول على فكرة يا رأفد كمية القوانين اللي موجودة في الكونفرجنس رهيبة بس طبعا انا مختاري الاسهل على الاطلاق طبعا مجرد انك كيبت الكونفرجنس ومعاك الاس ومعاك الاس اكس والاس واي تبقى القارة عرفت لان القارة براعا انك بتقسمهم على بعض كونفرجنس على اس اكس في اس واي طبعا فاهم يا رأفة ان القوانين كتيرة بس خلي بالك انهم مش بالصعوبة اللي انت ممكن تحطهم قدام عينيك فهمتين يا ولدي حلو انا حسابة الار اما اجي حسب الواي اللي هو بقى انت كده حسابة الار ان فيه ارتباط او لما فيش ارتباط طيب ازاي احسب الواي اللي هو الارتباط بقى الاكويشن اللي بتربطهم ببعض عايز اجيب الكي والام طب الكي بجيبه ازاي بجيب الكونفرجنس بس اقسمه على اس اكس اهو جبت الكونفرجنس على اس بار تو يعني نفس القانون اللي فوق بدلا ما هو اس اكس في اس واي امسحي عم علم اس واي واكتب اس اكس دي ده اللي حصل دلوقتي ان هو 0.1828 طيب عايز اجيب الفاليو فام عايز احسب الام ده هيك حتة اللي بين العلامتين دول خد الجزء ده مش انت عارف ان واي بيساوي كي اكس زائد ام ودي كي اكس اليامة تانية يبقى ام بيساوي واي بار مينوس كيف اكس بار واي بار عندك متوسط عندك الكي موجود الاكس بار موجود طلعت القيمة رافض انت عارف المعادلة دي قد ايه مهمة المعادلة دي بصلها بصلها كويس دي قيمة الاكس دي قيمة الواي من هنا رافض قادر اعمل اقدر اعمل تنبؤ يعني لو الوايات اسعار كيلو البطاطس والاكسات سعر الدولار اقدر اتنبأ بسعر كيلو البطاطس لو اعرفت سعر الدولار والعكس يعني لو جبت الواي دل في اكس والاكس ده سعر الدولار اعرف اتنبأ بسعر البطاطس كام لو سعر الدولار اتغير يعني لو بكرة الصبح قالوا لي ان سعر الدولار بقى بعشرين جنيه وطبقت العلاقة دي اقدر اعرف سعر كله بطاطس يبقى بكام لو سعر الدولار وصل تلتمائة الف جنيه اقدر اعرف سعر كله بطاطس يبقى بكام طبعا حاجة من اقوى ما يمكن تبني عليها قرارات وهو خلافه لو انا عارف العلاقة اللي بتربط سعر الدولار بحركة السيارات في مصر اقدر لو انا بتكلم على العربية بجومس او مرسيدس موديل كام اعرف لو سعر الدولار النهاردة بقى دي كده يبقى سعرها اقدي كده اقدر اعرف او اتنبأ لو سعر الدولار بقى بكذا سعر البنزين هيبقى بكذا او العكس دول الخليج سعر سعر النفط ارتفع سعر الدولار قدامه كذا سعر كذا حصل يبقى قدامه كذا مثلا طبعا الموضوع مهم جدا فيه متتخيل اتمنى ان يكون ناجح ان انا وصل لك اهمية الموضوع انزل مع يعني انت مش بتدرس ده سمك لبا انت مرهندي لا الموضوع عميق جدا الجزء اللي انا بدهولك ده انت درسته درست اللينيار ريليشنشيب في شابتر 2 ان بزنس ماثماتيكس اللي مسجل الكورس بتاع الماثماتيكس هتلاقيه دارس العلاقة دي باستفادة الرقم لو بوزتف يبقى ديريكت ريليشنشيب لو نيجاتف تبقى ديريكت ريليشنشيب الام ده اسمه واي انترسابت الاسم ده مش عارف اسمه ايه لو الكي بوزتف يعمل ايه لو الكي نيجاتف عبارة عن ايه لو الكي زيرو لو مش عارف ايه واخد كل العلاقات بتاعته لو هم جمحها في المال العلاقات اللي انت خدتها النهاردة الداتك معلومة قوية جدا انك تقدر بدرست السوق تربط الاسعار ببعضها مثلا طبعا الناس مش الخبيرة او اللي هو الداتا اناليسس ده التخصص بتاعها بيقعد النهاردة يشوف تغيرات الاسعار في كذا قدامه تغيرات الاسعار في كذا ارتفاع سعر الاكل هيأثر على ارتفاع اسعار الهدوم ارتفاع اسعار الادوية هيأثر على ارتفاع اسعار الاكل طب العكس طب الدولار بيأثر طب الزراعة بتأثر طب الميا تأثر في اسعار في سعر الدولار طب مفيش تأثير كل العلاقات دي لازم تبقى pre-studded وموجود عندك files via وتعمل عليها درسات انزل اخر تلات قوانين في الكورس بتاعنا والف مبروك خلصنا لو انا عندي kx والky يعني معدل التغير في الx ومعدل التغير في ال y قدر اجيب ال r يعني لو عندي regression coefficients قدر احسب correlation coefficient عن طريق قانون ده r بيساوي root kx في ky على فكرة لو عندي sx والsy والcorrelation قدر اجيب regression coefficient بص كده ky s y db y db y kx db x ودb x يعني اقدر اجيب r اضربه sx على s y جبت ky طيب لو عايز اجيب kx يبقى r بيساوي s y على s x المسائل اللي هتجيلك في الامتحان هتكون اقرب للمجموعة المسائل from 8.2 للنهاية يعني اول 8.2 للغاية الاخر ليه لان انت في الامتحان لو انا هفيت الجدول زي ده هتضيع وقت الامتحان كله فيه واحتمال كبير ما تلعش صح فلو انا حبيت اسألك في الامتحانات بتاعتك هفضل اني اجيب لك الاسئلة بالشكل اللي حراك شايفه ده يعني هنا مديك ال y as a function of y ده معناه ان الرقم اللي هو negative 0.35 ده اسمه k sub x ودي ال m بتاعته والرقم اللي تحت ال x ده اللي في ده اسمه k sub y ودي ال m بتاعته طيب انا عايز احسب مين عايز احسب ال correlation coefficient او ما اقول ال r بيساوي ال square root بتاع k x في k y اضرب الرقمين دول في بعض اهو انا كتبهم لك على طول اهو اضربهم في بعض negative في negative positive under square root هيدي لك value هيدي رقم انت اللي تحط الاشارة بال negative ليه انت اللي تحط الاشارة بال negative يا رقفط لان اتفات معاك من البداية ان لو correlation coefficient positive регression positive لو correlation coefficient negative هدي بقى регression coefficient negative لكن مين زي بعض بياخدوا نفس الاشارة انزل هنا مديك مسألة تانية بص انا مديه لك ازاي بيقول for the given data obtain the correlation coefficient انا مديك الار بpoint 25 negative والvariance in x ب28 يعني الاس اكس تاخد square root للرقم ده والvariance in y تاخد له square root يبقى انا جبت الاس y اهب انا كاتب لك الار والاس square والاس y جبت الاس x والاس y ومجرد بعض في القانون r بيساوي s y على s x جبت الvalue يبقى انا في الحالة دي مش بشتغل على القوانين الكبيرة بشتغل على الصغيرين لانهم اسأل بالنسبة لي حضرتك تعال اشوف 8.4 هنا بيقول for the given data which is obtained from a certain experiment the standard division in the x direction انا مديك الاس x in y اهو ومدي لك الconvergence اللي هو negative 4.5 ومديك ال x bar والy بار عايزك تحسب y وعايزك تحسب x direct substitution انت عايز تحسب ال r ال r سعلي قوي هيسوي الconvergence على s x في s y طيب عايز تحسب ال k هيسوي الconvergence على s square تطبيق مباشر في القوانين والارقام معصوله قدامك انزل معايا ادي مثال لنفس المسألة اللي فوق اللي احنا واخدنا بس من غير الجادول انا بيدي لك ال x bar بعشرة ونص ال y bar بعشرة sum of x i minus x bar بدل ما تعمل الجادول ميديك الرقم بتاعه i minus y bar square ميديك الرقم بتاعه الاتنين مضروبين في بعض ميديك الرقم بتاعه ومجرد direct substitution يعني بالزبط المسألة الاولانية خليكم معايا بس ثانية عشان اوضح لك يعني بدل ما انا ميدي لك المسألة الاولانية دي بس بس انا ميديك دول ميديك ال x bar وال y bar وميدي لك ده square وده square وده ال convergence ميديك تلاتة دول عشان مجرد انك تستخدم القوانين direct انت مش تحسدها وبرضو chapter 8 ده contribution بتاعه في final exam جزء صغير جدا برضو هتلاقي فيه فيديو كويس جدا على ده موجود عندك على ال elements شباب حضراتكم معايا لعاك ضبط الف 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 مليون مبروك احنا نعتبر دلوقتي خلصنا القرص بتاعها ديني ثانية